اشتركوا في القناة هذه زينب أختي الصغيرة وأخي عبدالله وأنا حينما كنا نلعب الغميضة حينما كانت زينب لا تجد مخبراً أفضل من حضن أمي حينما كنت أبحث عنها بسهولة لأنها وببساطة لا تتنازل عن فكرة الأخبار في حضن أمي فهو بالنسبة لها المكان الأكثر دفئاً وحماية من أي أحد هذا قبل 2 أبريل 2013 أما الآن فلسان حال زينب حبيبتي ماما عند كل مغرب حينما يرتفع صوت الأذان أدعو ربي أن تعودي لي سالمة وأن يحفظكي من الأشرار ماما عودي فضاق صدري انتظار ماما ومات عندي كل استبار ماما بالأمس كانوا يسخرون حلمي وحلمكي عندما كنا نقول غداً انتصار قولي لهم أن دربنا حق فليس له غير انتصار ذات يوم بزغت شمس وحينما وحتماً ان شمسكي غداً فعودي سريعاً وكفى الزمان يسرقكي مني كلي شوق وقلبي انصهار أحبكي ماما أما أنا فلن أكون بحاجة بعد الآن إلى أن أغمض عيني فقد اتضر إلى البحث عنهم دون الحاجة وأن أغلاقهما كبرت قبل أواني ونضجت قبل موعدي فقد علمتني المواسي أن أكبر بسرعة فلا متسعاً لألعاب الصغار لما تستطيع عقولنا أدراك ما يقوله أولا الذين يزعمون اعتقال والدتي بأي يجر مني ترى نعم حب الوطن لكن ليس كما وصفوها بأنها أرهابية بل سلمية ومسالمة وذهبت لتصرخ في وجوهكم تعتصم هناك لتقول كلمة الفيصل والحق لحظة واحدة أتذكر فيها الزيارة الأولى كيث كانت أمي قوية نعم قوية جداً معنوياً على الرغم من تعبها ورحلة التعذيب الظنكي وكل من حل بها إذا كانت تصر دائماً على الدعاء والصبر والصمود أنا كنت يا والدتي صمود في أيام متحانات كنت أفقد بشدة حسة والوالدة وهي تودعني الله معك وكذلك عند النجاح تبارك لي أصبحت أياماً كلها ليالي دامسة الظلمة أعبد سراجاً ينير لنا الحياة ولكن أمام الوطن تصغر كل الهموم أمام تسمن روح التربى على عرش الشرفاء ولتخطي بأس الحرائر مسيرة بكيسة ننتصر لأنها روح الثورة وقلبها ولأننا منصورنا بهم تاج رؤوسنا أمهاتنا فالحرية لهم والعارل لسجنائهم أشكرا